محمد صلاح كابتل محمد صلاح وربنا كمان فك النحس يعني اللي كان حقالي الفترة اللي فات دي وعادة الى التسجيل مرة اخرى نشر صورة واقف هو امراته وبنته مكة وبنته الصغيرة كيان وهو ممثل امريكي واقف معه افتح الصورة افتح الصورة واقف الراجل الممثل معاهم وصورة في مكان عام وحطت ايده هنا اليمين على كتف محمد صلاح وايده الشمال على كتف مرات محمد صلاح ليه بقى وخاض الناس زي ما حضراتكو هتشوفوا كده تعليقات ممكن تنتقد ده لكن الحقيقة انه الناس اللي تعرضت ليه محمد صلاح وقالوا انه اعتبروا ان الصورة دي بقى ايه انتقاص من الرجولة وازاي انه محمد صلاح يسمح ان واحد يحط ايده على كتف مراته وانه ده يعني دخلوا في مساحات معينة ووالى اخره ده الفكرة ايه حامل صلاح راجل عايش في السياق مختلف وبثقافة مختلف وازي الثقافة ملهاش علاقة بالسوس اللي بينخر في عقول بعض الناس اللي هو بيفكر تفكير يعني عايز اقول ايه تفكير ساقط من البداية العلم مش كده جماعة خالص وفكرة انك تحاصر شخص شخص بتصرف بتصرف في العلم يعني ثم انه زي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح ابن نجريج صحيح لكن احنا بتتكلم على نجم علامي الناس بتحسبوا على انه لسه قاعد في نجريج لا هو مش قاعد في نجريج محمد صلاح مش قاعد في نجريج وبالمناسبة انا اثق تماما انه محمد صلاح يعني لا يلتفت الى مثل هذه التعليقات واعتقد انه صورته الشهيرة اللي كان قاعد بيقرأ فيها كتاب فن اللام وبلاء كانت رسالة للناس دي يعني اعتقد لو الصورة دي نلحق نجيبها انا هدعلكم ان احنا نلحق نجيبها يعني وانا بتكلم لو الصورة دي محمد صلاح كان ايه قاعد مولا في الكتاب كده فن اللام وبلاء وانا اعتقد ان الصورة دي كانت مقصودة انه بتروح للناس اللي هم مشغولين جدا للأسف الشديد للأسف الشديد الحملات دي ضد محمد صلاح بتبدأ من اللجان الالكترونية الاخوان واسمع واحد قاعد كده يقولك تاني الاخوان وشمع يقولك ركن على جنب لو سمحت يعني خليك انت بعيد لانه بالدليل عدد كبير من اللي هم اللي بيقودوا اللجان الاخوانية وعندهم صفحات كبيرة هم اللي بدأوا الهجوم على محمد صلاح وانا مش عاوزة جيب نمازج منها بس يعني ايه يعني لانها وجوه كريهة الحقيقة فاللجان الالكترونية بتاتي الاخوان هي اللي قدت هذا الهجوم على محمد صلاح ليه لان الاخوان يكرهون محمد صلاح محمد صلاح الراجل اللي موجود في احداث بلده والراجل اللي برفع عالم بلده في البطولات والراجل اللي بيساهم وبيتبرع وواقف مع المصر والاضاة المصرية الاخوان يكرهون محمد صلاح او ده ده السورة معمولة بس هو السورة كان او كتاب او محمد صلاح بيقرافان اللي مبالا فالفكرة الاساسية انا بقول لحضراتكم وهذا كلام يعني يمكن ان اثبته نجيب كده الحاجات بتاعة اللي ايه الجماعة بتقول لجان الاخوانية اللي ام بيبدأوا الهجوم كل مرة على محمد صلاح انه الاخوان بيكرهوا بيكرهوا مش قابلين محمد صلاح شايفين محمد صلاح يا اما يبقى بيقيدهم او مش عارف ايه مما خلاص انا بقول بقى على الناس العاديا اللي بتنساق وراء هذه الدعا قد تملكوا يا جماعة خاصة انه عيب كمان عيب عيب هذا التفكير يبقى مسيطر على الناس بهذه الطريقة يعني بطلوا سخافة الناس تبطل سخافة واحد متصور هو وعيلته واحد صديقه واقف مع العيلة فتقعد تقول لي بقى الرجولة وفين الرجولة يا صلاح وانت مش عارف ايه وانت قسم ايه ايه جماعة في ايه يعني ده بيعكس حالة مش طبيعية كمان يعني لو انت ايه الناس بتفكر بايه بتفكر بايه الناس طول الوقت دول اللي انساقوا انا مكلمش على الاخوان الاخوان مستهدفينه بشكل سياسي واضح لكن اللي بنساقوا وراء دول تفكر بنفسك اللي تحت طول وقت يعني خف شوي موسيقى موسيقى